وأكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات الوطيضة التي تجمع بين مصر وروسيا مشيرا إلى التعاون المشترك لتحقيق مصالح شعبي البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سردي لفاروف أكد شكري أن العلاقات بين القاهرة ومسكو تاريخية وتشمل العديد من المجالات ثم عقدنا جلسة مبحثات مرفردة وجلسة مبحثات موسعة تم خلالها تناول عميق لمجمع العلاقات السنائية فيما بين مصر وروسيا الاتحادية هذه العلاقات علاقات تاريخية علاقات تتسم بالصداقة علاقات متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ونتطلع لاستمرار التعاون الوثيخ على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ومرعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي كان دائماً العناصر التي ترتكن لها العلاقات المصرية الروسية وكان دائماً مصلحة الشعبين هو المصلحة الحاكمة والمسير الرئيسي لتحقيق المصلحة لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية مشاريع القومية الكبرى وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيخة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين ترجمة نانسي قنقر